لحد النهاردة وما زالت الحضارة المصرية مليانة بالغموض والأسرار والكلام عن لعنة الفرعنة ما بينتهيش الملك من كورع صاحب الهرم الثالث في مجموعة الجيزة واحد من أشهر الملوك اللي حكمه مصر واللي اسمه متخلط في التاريخ لكن إيه السر وراء اختفاء التابوت بتاعه بعد اكتشافه على طول وهل لعنة الفرعنة دورف ده؟ ده اللي احنا هنعرفه النهاردة خلوكم معانا ومتروحوش في أي حتة ويلا بينا نحكي الحكاية أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من تاريختولوجي مع محمد سعيد حكاية النهاردة واحدة من ألغاز الفرعنة اللي محدش حلها لحد النهاردة الحكاية ابتدت سنة 1837 لما اكتشف الإنجليزي ريتشارد فيس غرفة الدفن داخل الهرم الثالث للملك منكورع اللي مشهور عند أغلب المصريين باسم منكارع لكن النطق الصحيح لاسمه هو منكاورع ومعناها طويل العمر بقوة رع والملك منكورع هو خامس ملوك الأسرة الرابعة واللي اشتهرت باسم أسرة بونات الأرام نرجع بقى لعم فيس واللي كان زابط سابق في الجيش الإنجليزي وكان عامل فيها مستكشف أثار وكان بيستخدم طريقة جديدة ومبتكر الصراحة في التنقيب عن الأثار وهي باستخدام الديناميد زي ما بقولوه كده بالضبط كان ممكن يفجر الأثر علشان خاطر يكتشفه ولو انت روحت الأهرام وبالتحديد عند الهرم الثالث هتلاقي فيه كسر في جسم الهرم في شبه إجماع من علماء الأثار انه دوت بسبب عام فيس زالة خلاه هو واحد تاني كان مشترك معايا في أغلب جرايمه واسمه جون برينج محل انتقاد من كل علماء المصريات سواء المصريين أو الأجانب المهم بقى سنة 1837 وزي ما قلنا بيقدر فيس انه يوصل لحجرة الدفن الرئيسية داخل هرم من قورع ولقى فيها التابوت الملكي للملك من قورع واللي كان مصنوع من البازلت وكان يعتبر تحفة فنية غاية في الجمال وده لانه كان متصمم على شكل وجهة قصر أو مبنى ملكي حسب الوصف اللي جلنا منه ما كانش عليه اي اكتبات هيروغليفية لان في الوقت دوت ما كانش فيه انتشار للكتابة داخل المقابر أو القرامات وانما ابتدت الكتابة في عهد الملك قناس في الأسرة الخامسة واللي موجود في الهرم بتاعه في منطقة سقارة متون الأهرام واللي تعتبر تحفة من التحفة الفنية في الوقت دوت نرجع بقى للتابوت بتاعنا واللي كان بجانب انه هو تحفة فنية فكان يعتبر برضو ضخم شوية يعني طوله تقريبا 244 سنتي وعرضه 91 سنتي وارتفاعه تقريبا 89 سنتي وبالنسبة الفايس فاكتشاف تابوت ملكي ومش أي ملك ده ملك من كورع واحد من بنات الأهرام يعتبر حدث مهم جدا جدا وعلى طول قرر يخرج التابوت من الهرم بحجة الحفاظ عليه من التدمير داخل الهرم يعني التابوت جوه الهرم بقى له 4000 سنة ومحصلوش اي حاجة انت بقى اللي هتحافظ عليه طبعا ده كله كان اي كلام وفعلا بيبدأ في اخراج التابوت من الهرم ولكن وجهتهم مشكلة كبيرة جدا وهي ان التابوت حجمه كبير والممرات اللي جوه الهرم صغيرة وضيئة فعشان يحافظوا على التابوت قرروا انه هم يكسروا حجارة الهرم من جوه وفعلا بيوسعوا الممرات وبالرغو من كده الا ان التابوت برضو مخرجش سليم وتكسر منه اجزاء اتلاقت بعد كده جوه الهرم وفعلا اول التابوتنا بيخرج بره الهرم بيتاخد ويتنقل على مينا اسكندرية على طول علشان منها يتصل لمينا ليفربول ومنها يروح للمتحف البريطاني علشان يتعرض هناك فعلا بتتحط على مركب تجارية مخصصة لنقل البضايع اسمها بيترس وبتغادر المينا في اسكندرية في طريقها لانجلترا وفي الطريق المركب بتعدي على ملطة عشان تتزود بالمؤن هناك وبتغادر المينا في ملطة يوم 13 اكتوبر سنة 1838 ودي كانت اخر مرة تتشاف فيها السفينة بيترس لحد النهاردة ناس بتقول انها غرقة قرب سواحل ملطة اول مخرجة من المينا وناس تانية بتقول لقدي غرقة قرب ميناء لفورنو في ايطاليا وناس بتقول لقدي غرقة قرب مدينة كارتاجنية في اسبانيا ومجموعة تانية قالت لا دي غرقة قرب جبل طارق الغريب في الموضوع ان اي سفينة في الدنيا بتغرق بيكون لها حطام او اي علامات على اماكن غرقها لكن السفينة بيترس اختفت وكأنها لم تكن موجودة اصفت السفينة واختفى معاها تابوت الملك من كورع وخلال مية وتمانين سنة من تريق اختفاء السفينة كان فيه محاولات كتير للبحث عنها بسبب التابوت الكنزي اللي عليها لكن كل المحاولات ديت باقت بالفشل وعلى المستوى الرسمي بقى خرج الدكتور زاهي حواس سنة 2008 واللي كان في الوقت دوت الامين العام للمجلس الاعلى للأثار وقال ان فيه مشروع تعاون هيتم بين مصر واسبانيا للبحث عن التابوت الغارق باستخدام احدث التقنيات زي روبوتات وغواصات متخصصة في مجال البحث والتنقيب لكن المشروع ما اكملش وما حدش يعرف ليه لحد النهاردة وغير المشروع المصر الأسباني دوت كان فيه محاولات كتير للبحث عن السفينة الغارقة ولكن ما حدش يصل لحاجة لحد دلوقتي وما زال البحث مستمر فهل بقى اختفاء السفينة والتابوت لإعلاقة بلعنة الفراعنة او السحر ولا مجرد صدفة ولو صدفة فراحت فين السفينة اسئلة كتير وما لهاش اي اجابات وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من تاليختولوجي ولو اول مرة بقى اتشرفنا في القناة ما تنساش تعملنا اشتراك وتفعل زر الجرس ولو انت مشترك بالفعل ما تنساش تعملنا لايك وشير واستنونا في حلقة جديدة من تاليختولوجي وشكرا ليكم على حسن المتابعة سلام ختم